أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حل الاختبار الخامس من موهبة المستوى الثاني للصفوف السادس وأول متوسط وتاني متوسط والصف السادس أيضاً مع الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات في السؤال في هذا الاختبار في بعض الأسئلة تحتاج إلى تنفيذ وبعض الأسئلة مرت علينا ممكن إجاباتهم مرة يصير سهلة جداً الآن قالينا في هذا السؤال الأول زرع مصطفى بعض الأشياء الضرورية للطهي هنا نلاحظ ما هو السبب لماذا زرع ما هو السبب السبب لأجل ماذا لأجل الطهي إذن ما دام لأجل الطهي بمعنى أي نوع من الأنواع هو عبارة لأجل الطهي قالينا النعنى والريحان والسنوات وعليه فإن مصطفى استخدمه السنوات أو السنوات إلى ماذا لإعداد طعامه إذن تكون الإجابة فقرة أليه جميل يلا السؤال اللي بعده قالينا السؤال الثاني أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب وإن أكرمكم عند الله أتقاكم الآن يقولي عبارة كلكم لآدم وآدم من تراب ماذا يقصد بها ماذا ما هو المعنى ما هي الإجابة ماذا توقعتم كلكم لآدم وآدم من تراب يعني دلالة على أن الناس متساويون متساويون أحسنتم إذن تكون الإجابة فقرة برائه جميل يلا السؤال الثالث قالينا في هذا السؤال في الشكل أدنى عندما تمزلق الكرتان الحديدية والخشبية نلاحظ هنا كرة حديدية وهنا كرة خشبية وهنا كرة بلاستيكية ثلاثة أنواع من الكرة في وقت واحد باتجاه الكرة البلاستيكية الساكنة لا يوجد أيضا احتكاك فإن الكرة البلاستيكية تتجه إلى وين؟ تتجه إلى وين؟ لأي سلة؟ هنا تتجه حسب قوة القوة نلاحظ أن هذه الحديدية عندما تصطدم بالكرة البلاستيكية وهذه الكرة الخشبية عندما تصطدم بها نلاحظ أن القوة الحديدية أقوى فإذا فتكون في رقم اثنين فإذا تكون الإجابة تتجه نحو ماذا؟ تتجه نحو اثنين إذن الإجابة فقرأ بي السؤال الرابع إذا كان الطبيب طبيب الأسنان ميكانيكيا وكان القبطان في السفينة فإن طبيب الأسنان ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ لأن هنا عطاني أيضا سؤال غير واقعي قال لنا طبيب الأسنان ميكانيكيا واصلا مو ميكانيكي طبيب الأسنان وهنا جملة حقيقية صحيحة فإن طبيب الأسنان يعتبر ماذا؟ إذن طبيب الأسنان يعمل في الورشة جميل استنادا لماذا؟ استنادا لهذه الجملة أنا أخذت هذا الجواب إذن استنادا للجملة الافتراضية سؤال خمسة الآن عمل محمد تساط عشر ساعة في شهر محرم وتساط عشر ساعة في شهر صفر واثنين وعشرين ساعة في شهر ربيع كم مجموعة ساعات الأشهر؟ نجمع بس فقط نجمع في ثلاثة الأشهر نجمع تساط عشر تساط عشر مع ثنين وعشرين إذن الجواب ستين نعم جميل إذن تكون الإجابة فقرة مين؟ فقرة جين جميل يلا السؤال إلا بعدها قالينا في سؤال ستة اجتم طارق رائحة ممتاز جميل يا بنات يا أولاد اجتم طارق رائحة عطرية وسمع زقزقة عصافير جميلة وكان يتأمل في هذا الجمال الذي جمع بين الرائحة والألحان يدل هذا على أن طارق يجلس فوين؟ يجلس فوين؟ في الحديقة صح؟ يجلس في الحديقة ليش؟ كيف الاستنتاج؟ عرفنا؟ ليش؟ لأنه سمع زقزقة العصافير وأيضا هنا زقزقة العصافير ورائحة عطرية يعني في البساتين والورود إذن تكون الإجابة فقرة جين يلا سؤال سبعة الكلمة المختلفة فيما يأتي ما هي الكلمة المختلفة؟ اللاحظ هنا ضحى يعني في النهار صح؟ وفجر يعني في النهار وشفق الإجابة تكون؟ الإجابة فقرة جين غسق كيف غسق؟ الضحى صباح والفجر الفجر وغسق الليل والشفق الشمس إيه الشفق الشمس يعني خروج يعني بتطلع مين؟ تطلع لينه؟ بيطلع النهار الآن حتى في القرآن كريم يعني صورة الفجر ولهذا أنه بتطلع النهار أما الغسق خلاص بيجي الليل يكون الليل معناه الليل يلا سؤال اللي بعده أحسنت على هذا النقاش العلاقة بين المزرابي والمائي مثل العلاقة بينه ماذا هي الإجابة؟ هنا سؤال ثمانية هنا العلاقة بين المزراب والماء يلاحظ أن الماء يخرج من المزراب إذن الدخان يخرج من مين؟ يخرج من المدخنة إذن تكون الإجابة فقرة به لاحظوا الاتجاه الاتجاه صاير من وين لأوين؟ صاير من الماء إلى المزراب الماء المزراب الماء يخرج من المزرق وإذن الدخان أيضا يخرج من من المدخنة جميل جميل يلا ناخد الحين مسألة اللي بعدها العلاقة بين الجندي والسلاح مثل العلاقة بين مين ومين بين الجندي والسلاح مثل العلاقة بين مين ومين يلا ما هي الإجابة يا بنات ما هي الإجابة يا بنات الجندي والسلاح أن الجندي يحمل السلاح صحيح والطبيب يحمل ماذا والطبيب يحمل المشرط المشرط الطبيب يحمله المشرط إذن تكون هذه الإجابة أحسنتم بارك الله فيكم جميل يلا السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده نقول السؤال اللي بعده عطاني قاليني أبي يكدح من أجلنا ما معنى يكدح أبي يعني معنى يشتهد نعم صحيح الإجابة معناها يشتهد تكون الإجابة فقرة دال رائع يلا السؤال اللي بعده سؤال 11 مستطيل مساحته خمسين سنتيمتر إذن أروح أرسم هذا مستطيل مساحته خمسين يعني نقول هنا أعطاني مساحة هذا المستطيل خمسين إذن هنا خمسين هذا مساحته كله أعطاني يا المساحة خمسين إذن هنا خمسين هذا مساحته خمسين سنتيمتر معنى إيش؟ معنى ضرب الطول في العرض يعني عشرة سنتي هذا طوله يعني ضربوا بكم علشان طلع أيضاً خمسين إذن ضربوا بخمسة إذن هم ضربوا بخمسة يعني وجدت العرض خمسة والطول عشرة ما هو المحيط؟ المحيط أروح أجمعهم وأضربهم بثنين واضح يا بنات؟ أتقول خمسة زائد عشرة خمسة عش مضروبة بكم؟ بثنين اثنين ضرب خمسة عش الإجابة كمسين؟ ثلاثين إذن تكون الإجابة هنا فقرة مين؟ فقرة جي واضح؟ جميل يلا اللي بعدها أعطاني قطعة طبعاً من خلال القطعة قراءتي إلى القطعة إذا كانت قطعة قصيرة أقدر أقراها وإذا كانت قطعة طويلة أروح إلى الأسئلة مباشرة ما نوع النص في هذا السؤال؟ نوع النص هو ماذا؟ يلا ما هو نوع النص؟ الإجابة فقرة مين؟ الإجابة فقرة جيم نوع النص إذن فقرة جيم سؤال ثلاثة سؤال ثلاثة الكليبات هو اسم لماذا؟ اسم لفصيلة من الكلاب والذئاب والسعالب إذن الإجابة تكون فقردال أحسنتم ترفع السعالب ذيولها أثناء أثناء مين؟ من خلال القطعة أثناء مين؟ أثناء الراكض جميل يلا سؤال خمسطعش سؤال خمسطعش سهل أيضا يلا سؤال خمسطعش أكبر عدد زوجي يمكن تكوينه من الأرقام التالية هنا علشان يبغى أكبر رقم لازم أخلي الخان الأولى عدد صغير مين اللي أخلي عدد صغير الخان الأولى؟ إذن قال لنا عدد زوجي أصغر عدد زوجي هو عدنا اثنين إذن أخلي اثنين في البداية بعدين يصير واحد وبعدين العداد الكبير أخليه في آخر شيء ثمانية سبعة خمسة خليهم في المنزلة الكبيرة إذن صار هذا العدد سبعة وثمانين وخمسمائة واثناج إذن الإجابة تكون أي فقرة أصداد؟ نعم أصداد كيف الإجابة؟ مون فطر ألف؟ لا هذا فردي هذا فردي شو بيلاحظه هنا واحد واحد هو يبغى إيش؟ يبغى عدد زوجي طح؟ يبغى عدد زوجي فإذا ما دام يبغى عدد زوجي ده لازم أخلي في البداية ثنين أو أربعة أو ستة وهكذا واضح؟ إذن الإجابة تكون فقرة ب يلا السؤال اللي بعده أوه هذه الصفحة مقلوبة مساء الله ما علي له حتى مقلوبة نعرف الإجابات على السريع مقلوبة هذه الصفحة يلا السؤال 16 قلوبه تقدروا تقلوبه وين؟ قلوبه الجهاز اللابتوب أو التابلت عدتكم علشان نصير واضحة أو ممكن أن تكون واضحة عندكم يلا الآن سؤال 16 كيف طلعنا الإجابة؟ ما هي الإجابة سؤال 16؟ يحسنتم الإجابة هي فقرة بجميل كيف طريقة تحل الإجابة؟ إن حاصل ضرب العددين في المعين يعني هنا إذا ضربنا ثلاثة ضرب أربعة الجواب كم يصير 12؟ وإذا ضربنا 10 ضرب 840 يطلع هنا 840 حلو؟ وأيضا هنا نروح نقسم 840 نضربها الحين نبغى نضربها حين 840 ضرب 13 840 ضرب 13 بيطلع لنا هنا الجواب تكون الإجابة فقرة ب إذن الإجابة فقرة ب جميل يلا السؤال اللي بعده سؤال 17 ما هو الشكل المختلف هناك؟ يلا ما هو الشكل المختلف؟ ما هو الشكل المختلف يا أولاد يا بنات؟ سؤال 17 الشكل المختلف هو الإجابة فقرة مين؟ فقرة دان الإجابة فقرة دان نعم يلا اللي بعدها السؤال اللي بعده سؤال 18 يلا سؤال 18 ما هو الشكل؟ الإجابة هنا وجدتوا الإجابة فقرة جيم إذن الإجابة تكون فقرة جيم أحسنتم جيم أستاذ عندي سؤال فضلي بس مو في هذا الاختبار في الاختبار الالكتروني الاختبار نائم أرسلي صوري وارسلي واتسا السؤال السؤال اكتروني صوري وارسلي واتسا زين يلا السؤال الآن عندش السؤال؟ إيوة عندي إيوة السؤال عندي السؤال أقولي السؤال علشان إحنا الآن لو خلينا نخلص الاختبار أول هذا وبعدين نبدأ معاك في السؤال اللي عنده خلاص؟ أول نخلص هذا الاختبار يلا زين الآن ناخد الحين السؤال 19 جالينا هنا عطاني جدول فيه نسبة أجهزة عندنا يوم الأحد واحد بالمية ويوم الاثنين خمسة بالمية ويوم الثلاثاء أيضاً خمسة بالمية ويوم الأربعاء واحد ونص ويوم الخميس واحد ونص وعطاني ألف جهاز ألف جهاز واحد بالمية ما معنى واحد بالمية ألف جهاز واحد بالمية معنى عشرة أجهزة صح؟ واحد بالمية يعني معنى هنا يعتبر عشرة أجهزة هنا إذن عشرة أجهزة وهنا إذا قال لنا نص بالمية يعني يطلع كامل الآن هنا ينتج يومياً ألف جهاز يعني واحد على مية هنا بصير نص على مية وهكذا بنحسب عدد الأجهزة الأحد عشرة أجهزة يوم الاثنين خمسة أجهزة ويوم الثلاثة نفس الشيء خمسة أجهزة ويوم الأربعاء بصير خمسة عشر جهاز ويوم الخميس بصير خمسة عشر جهاز كيف نحن نجدها؟ نقول واحد ونص على مية بار ألف واحد ونص هذه الألف قيمة مين؟ قيمة الأجهزة مين؟ صاحب الصوت خلينا نقفل الصوت مين؟ اللي فاتع الصوت بتول فتاة سكرتي الصوت جميل يلا الحين واحد ونص على مية نختصر شير الصفرين مع الصفرين عشرة ضرب واحد ونص يطلع الجواب خمسة عشر إذن هذه الأجهزة الآن هذه الأجهزة هذه الأجهزة الآن نبغى نوجد مين؟ نبغى نوجد الحين نحل الأسئلة التالية لحظات بناتي لحظات بناتنا يعطيكم العافية إن شاء الله الآن يصير عندنا عرفنا عدد الأجهزة ما دام عندنا عدد الأجهزة نوجد الآن الطريقة اللي نحل الأسئلة الآن نحل الأسئلة نحل الأسئلة بصير عندنا الإجابات كالتالية قال لنا ما عدد الأجهزة السليمة التي ينتجها المصنع خلال الأسبوع أروح أحسب عدد الأجهزة الآن مجموعة تالف عندنا مين مجموعة تالف عدد الأجهزة بصير مجموعة تالف خمسين جهاز هذه كل الأجهزة التالفة هنا لو جمعناهم لو جمعناهم بيطلع علينا عدد الأجهزة التالفة كلها كم؟ عدد الأجهزة التالفة كلها خمسين الآن هذه خمسين وهو طبعاً ينتج إلينا الآن مجموعة السليم خمسة آلاف ناقص خمسين الجواب كم يصير عندي أربعة آلاف وتسعمية وخمسين لأن عدد الأجهزة كلهم ألف ألف كل يوم بس لكن راحة عشرة وهنا ألف راحة تالف خمسة فإذن الإجابة تكون فقرة به جميل جميل يلا السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده سؤال عشرين في أي الأيام في أي الأيام الآتية الحين سؤال عشرين في أي الأيام الآتية تنتج المصنع أكبر عدد من الأجهزة عادة اللي يكون فيه أقل من اليوم التوالف يكون أقل يوم وهو مين أقل يوم في يوم التالف وهو النص يوم في أي الأيام يوم الثلاثة والاثنين موجودة الإجابة هنا فقط يوم الثلاثة إذن نكتب هنا يوم الثلاثة الإجابة فقرة به يلا سؤال أيضا واحد وعشرين قالينا بسط الرقم التالي يلا مرة بسيط هنا نحول عملية القسمة إلى عملية وإيه إلى عملية ضرب نقول ستة واربعين على سبعة وعشرين ضرب هنا إذا بضرب أروح أقلب نقول تسعة على اثنين وتسعين يلا نبسط الحين تبسيط نبسط نقسم على ستة واربعين فيها واحد على ستة واربعين فيها اثنين وأيضا نبسط هنا فيها واحد والسبعة وعشرين نقسمها على تسعة فيها ثلاثة إذن طلعت الإجابة واحد على مين على ستة إذن تكون الإجابة فقرة مين الإجابة فقرة دال الإجابة فقرة دال يلا سؤال اثنين وعشرين يلا يا أولاد سؤال اثنين وعشرين يلا يا بنا يلا في هذا السؤال التالي كم مربع موجود في الشكل الآتي كم مربع عدد المربعات يصير أسهل من عدد المستطيلة نحسب عدد المربعات عندي أنا هنا عدد المربعات يلا إذن هنا واحد وهنا اثنين ثلاثة أربعة وهنا خمسة ستة سبعة ثمانية حلو هذا المراح هنا ثمانية صغيرة إذن أروح أكتب هنا ثمانية صغيرة زين أروح إلى الأعداء الكبيرة الى المربعات الكبيرة إذن مربعات الكبيرة هذا واحد وأيضا هنا اثنين وهنا ثلاثين مربعات الوسط وهنا أربعة وأيضا هنا خمسة هذه هنا عددهم كم؟ خمسة إذن عدد المربعات الوسط خمسة أروح وأيضا المربع الكبير كلش هذا المربع الكبير أيضا هنا المربع الكبير يعتبر أيضا واحد إذن المجموع كلهم كم صار المجموع أربعة إذن صارت الإجابة فقرة مين فقرة جين إذن أربعة حلو يلا الروح إلى ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين قال هناك أختان وأخي خلال عشر سنوات سيبلغ مجموع عمارهم مئة عام يعني عندنا أختان يعني عندنا ثنين أختان وأخين يعني ثنين وخلال عشر سنوات يبلغوك مئة سنة كم سيبلغ مجموع عمارهم خلال سبع سنوات خلال سبع سنوات كم بسي يعني عندنا أربع أخوة يعني معناه بنقص ثلاث سنوات خلال عشر سنوات انتبهوا خلال عشر سنوات صار ومئة أنا أبو خلال سبع أروح أنقص الحين أنقص ما دام عندي أربع أخوة اثنين زايد اثنين إذن أربع أخوة قال خلال ثلاث سنوات أروح أضرب أربعة ضرب ثلاثة الجواب كم يصير اثنى عشر سنة يعني نقص اثنى عشر سنة من المئة ناقص اثنى عشر سنة إذن الجواب كم يصير ثمانية وثمانين الإجابة ثمانية ثمانية جميل أنت انقسمتهم صح عدل أهم شي تطلع الإجابة صحيح يلا السؤال ما قبل الأخير قال لنا لديك أربعة لديك أربعة موظفين في البنك الدخل الشهري للأول أقل من الثاني إذن هنا علاقة تفضيل الشهر الأول أقل هذا الأول أقل من مين من الثاني وأكبر من الثالث وأكبر من الثالث والموظف الرابع يأخذ راتب نصف راتب مين والمربع والرابع يأخذ راتب نصف راتب الثالث يعني أصغر بعد أصغر الرابع فأيهما يأخذ راتب أعلى مين وهو مين الثاني يأخذ راتب أعلى تكون الإجابة فقر مين فقر ب يلا سؤال الأخير ماذا تعني كلمة إفك إفك كلمة إفك تعني معنى إيف كذب أحسنتم تكون الإجابة فقرة يعطيكم العافية والصحة والسلامة بارك الله فيكم تقبلوا تحيات الأستاذ زكي الشعر في أمان الله ترجمة نانسي قنقر